أهلاً ومرحباً بالجميع في أفلام الأبطال الخارقين لا يتم تسليط الضوء على التحولات غير المتوقعة أو شخصية الممثلين فقط لكن يتم تسليط الضوء أيضاً على مجموعة كاملة من الأدوات غير العادية والتي تجعل ملكها لا يقهر ولا يهزم الشيء الأكثر إثارة للاهتمام أن الكثير من هذه الأدوات يمكنها حقاً أن تنتقل من عالم السينما إلى الحياة الوقعية في مقطع اليوم سأعرض لكم بعض الأدوات الخارقة والموجودة بالفعل بعد مشاهدة الفيديو حتى النهاية لا تنسوا أن تكتبوا في التعليقات أسفل الفيديو أي من تلك الأدوات المدهشة تعتبر هي الأكثر روعة سيكون من المثير للاهتمام قراءة تعليقاتكم 1- دكتور أوكتافيوس إيريك فاينمان تمكن إيريك فاينمان البالغ من العمر 19 عاماً من ولاية تكساس الأمريكية من جمع ثروة هائلة تبلغ قيمتها 3 ملايين و300 ألف دولار وبفضل العملات الرقمية تمكن من إنشاء بدلة إلكترونية مذهلة للغاية لصديقه الأصغر سناً بدأ كل شيء عندما كان الشاب لا يزال صغيراً للغاية حيث طلب من والديه أنه إذا تمكن من أن يصبح ثرياً وهو في سن الثامنة عشر فلن يثب إلى الجامعة التي يختارونها له بل سيعمل ما يثير اهتمامه لا كأن تتخيل أن هذا بالضبط ما حدث في حياته في عام 2011 قوم الشاب بشراء بيتكوينز بالأموال التي جمعها في الأعياد في ذلك الوقت كان لهذه العملة المشافرة بالطبع مبلغ مثير للسخرية 12 دولاراً فقط للقطعة الواحدة واليوم أصبح هذا الشاب مليونيراً حقيقياً وقرر أن يعمل بنفسه في تقنية الروبوتات بالمناسبة يعمل إيريك الآن في تطوير ثلاثة مشروعات من بينهم مشروع سواتل مانو لوكالة ناس الفضائية ولكن هذا مجرد استطراض لكي تفهم من أين حصل هذا الشاب على كل تلك الأموال الهائلة بدأ فاينمان في تطوير بدلة دكتور أكتافيوس والمعروف بأنه العدو الرئيسي للرجل عنكبوت سبايدر مان في عالم مارفل السلمائي لصديقه البالغ من العمر عشر سنوات والذي يدعى إيرس ميهان كان الصبي يحب القصص المصورة بشدة لكن لديه ميزة واحدة وهي أنه يعاني من خلال في أنسجة العضلات قال فاينمان في إحدى المقابلات الشخصية له ذات مرة أخبرني أريست بأنه يرغب بشدة في الحصول على مثل تلك البتلة الإلكترونية حيث إنها ستساعده كثيرا مع هذا المرض ولأن السعر البتلة الحقيقية يمكن أن يصل إلى عشرات الملايين من الدولارات قرر فاينمان تجربة الطباعة ثلاثية الأبعاد وكما تبين أن التجربة لم تجرع بثا يذكر فاينمان قائلا منذ وقت مضى صنعت روبوتا مطبوعا بالكامل على طابعة ثلاثية الأبعاد ومع ذلك كان علي مواجهة مثل هذا المشروع الصعب لأول مرة ولتنفيذ هذه الفكرة في الحياة الواقعية استغرق الأمر من الشاب الكثير من الوقت والجهد والصبر وبفضل الطابعة القصة تم الطباعة كل العناصر الضرورية بالطبع يدور في رأسك هذا السؤال ماذا عن الحركة؟ لذا سأجيبك على الفور لإنشاء روبوت ميجس في بدلة الدكتور أكتافيوس تم تزويده بثمانية محركات سيرفو والأطراف الزائدة التي تشبه الكماشة في شكلها يتحكم فيها أربعة محركات قوية والمسؤول عن كل هذه العمليات هي اللوحة الدائرة المطبوعة لا يمكن التحكم في البدلة يدويا فحسب لكن أيضا باستخدام جهاز التحكم عن بعد ويبلغ وزن البدلة حوالى 5 كيلوغرامات ونصف في وقتنا الحالي لم يصبح الطبيب الآلي أكتافيوس مجرد شخصية خيالية فقط لكنه معروض بالفعل في معرض كوميك كون ومع ذلك يخطط رجل الأعمال الشاب في المستقبل لسقل الجهاز إلى مستوى يمكن استخدامه في الأغراض التجارية بالأضافة إلى ذلك يفكر المولينور البالغ من العمر 19 عاما في وضع كل الوثائق الخاصة بالبدلة الألكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لكن بعد أن يكون جاهزا تماما من منا لم يحلم في طفولته بالتسلق على الجدران لأولئك الذين تخيلوا أنفسهم مرارا وتكرارا مكان الرجل عن كبوت سبايدرمان لدينا أخبار مذهلة للغاية في الوقت الحالي يقوم أخصائيون من جامعة ولاية يوتا بتطوير مشروعهم الجديد لقد صنعوا حقيبة ذهر خاصة تسمى بيرسون فاكيوم أسستانت كلايونغ واختصارها بـ VAC هذه الأدات المذهشة حق تعمل بمسك هوائي أو كوب شفط خاص والذي عن طريقه يتمكن الشخص من أن يتسلق أي حائط وبسرعة مذهلة بالطبع هناك شخص ما سيروده الشك وسيقول إن هذه الآلة لا تبدو أداة خارقة تماما لكن صدقوني الوظائف التي تقدمها هذه الأدات للمستخدم تشبه حقا القوى البشرية الخارقة أعلن الأخصائيون في الجامعة أيضا أنهم استغرقوا نحو سنة تقريبا لإنشاء روبوت الهيكل الخارجي ونحو ثلاث سنوات لإجراء جميع الاختبارات اللازمة لكن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام أنهم لن يتوقفوا عند هذا الحد وذلك لأن خطتهم تتضمن تحديث الأطراف الصناعية الآلية بالإضافة إلى ذلك يأمل المطورون في تطوير BVAC إلى درجة تجعلها تدخل موصوعة جينيس للإرقام القياسية ثلاثة بدلة مضادة للرصاص المثال التالي للأدوات الخارقة التي أقدمها لكم اليوم هي بدلة مضادة للرصاص تماما كما في أفلام جيمس بوند والمعروفة أيضا بالعميل 007 وجون ويك بفضل هذا الزي الرجالي المذهل للغاية يمكنك دائما البقاء أمنا وسليما بدون أي إصابة وما لا يقل أهمية عن ذلك أن الزي أني كل الغاية توجد مثل هذه الأزياء غير العادية التي عند ارتدائها يمكنك البقاء على قيد الحياة حتى عند الإصابة بالرصاص في فندق كاريسون بيسبوك التي يوجد في مدينة تورنتو في كندا يجب أن أعترف لكم أنه إذا كان لديكم 20 ألف دولار أمريكي فإن شراء مثل هذه البدة الخارقة أمر جيد للغاية تجدر الإشارة إلى أن البدلة مصنوعة بتقنيات النانو الحديثة والمستخدمة أيضا لإنشاء دروع للجيش في الولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن أن البدلة في الأساس مبنية على الأنابيب النانوينية الكربونية إلا أنها خفيفة جدا ورقيقة ومرنة بما فيه الكفاية كما أن هذه البدلة متينة جدا لدرجة أنها تحمي ملكها بكل سهولة من الأسلحة النارية والأسلحة الحادة المختلفة يجب الاعتراف بأن هذه حقا فكرة عظيمة لأي بطل خارق في المستقبل هل ترغبون في شراء مثل تلك البدلة؟ اكتبوا إجاباتكم في التعليقات أسفل الفيديو 4- بدلة الطيران ريتشارد بارونينغ الذي يعد مؤسس شركة الناشئة المشهورة جرافتي قدم للعالم أول نموذج مبدئي عملي لزي البطل الإسطوري الخارق توني ستارك ولقد صنعه في شكل روبوت الهيكل الخارجي وأحضر المستخدم إمكانية التحليق فوق الأرض لبطع دقائق لارتفاع يبلغ حوالي نصف متر وأطلق على هذا النموذج اسم ديدال ووفقا لما جاء على لسان ريتشارد نفسه أنه استغرق حوالي 9 أشهر للعمل على هذا المشروع وكانت نتيجة العمل الشاق إنشاء نموذج عملي لبدلة الطيران هذا الجهاز مكون من 6 محركات نفاتة 4 منها مثبتة عند اليدين والاثنان الباقيتان في الخلف مع وجود خزان وقود خاص أكد المطور أنه في المستقبل القريب سيتمكن الإنسان باستخدام جهازه من الطيران بسرعة بضعة كيلومترات في الساعة والشيء الأكثر أهمية أن ريتشارد على يقين بأن عملية الطيران لن تشكل أي خطورة بل ستكون أبسطة وأسهلة من ركوب الدراجات عند التجول في الأماكن الريفية يشرح أيضا المطور أنه قرر استخدام كيروسين الطائرات كوقود لجهازه ولهذا فإن خطر الانفجار ليس له قيمة إذا كنت تعتقد أن براونينغ أنشأ جهازه لأغراض تجارية فإن هذا الاعتقاد خاطئ تماما حيث أكد المخترع نفسه أنه لم تكن لديه نية لصنع البدلة وبيعها مقابل كسب المال ومع ذلك حتى مع هذا التفكير تمكن الشاب من تحقيق استثمار ضخم لشركة ريتبول بالمناسبة قام الرجل الأعمال الشاب بتمويل مشروعه بنفسه وبشكل مستقل تماما لمعرفة التحكم في روبوت الهيكل الخارجي فمن الضروري فهم كيفية تغيير موضع الجسم مع مختلف الحركات وللحفاظ على التوازن تم وضع اثنين من التوربينات القوية في الخلف والتي تتحكم في التوربينات المثبتة على اليدين الطيار هو الذي يتحكم بنفسه في تحديد تجاه الحركة وإذا كان يرغب في زيادة السرعة فيجب عليه السحب الأذرع قليلا تجاه منطقة الكتف وتحريك الصدر للأمام وفي مقابلة شخصية كالبراونينغ مازحا يجب عليك التوازن تقريبا مثل بطل فيلم الرجل الحديدي الأسطوري في وقتنا الحالي يتم تحسين البدلة باستمرار كما تم إجراء العديد من الاختبارات عليها يعتقد المطور أن ديدال من ناحية النظرية سيكون غادرا على تحقيق سرعة عالية جدا تصل إلى 450 كيلو مترا في الساعة بالمناسبة في يومنا الحالي يتم الاستعداد النشط لتجربة أزياء تستخدم في ظروف طارئة مثل القفز من دون مظلة أليس هذا مثيرا للتهشأة؟ بشكل عام يتم تطوير الأزياء والآن ماذا تعتقد؟ ما الذي يحتاج إليه أيضا الأبطال الخارقون؟ بالطبع لا يمكن الاستغناء عن هذه الأداة الملائمة والتي يمكن أن نطلق عليها الحلم الحقيقي لأي شخص مصاب بجنون قذف النيران أو للمعجبين أيضا بشخصية رجل الشعلة في قصص مورفل الهزلية هل تتذكرون شخصا يدعى لوك كيج من سلسلة ستريت فايتر والتي قام بهجوم رائع على تشاو هوداكي؟ الآن كل هذا يمكن أن يوجد بالفعل في الحياة الوقعية فقد قام مخترعون مهوسون من كاليفورنيا في الولايات المتحدة بصناعة نموذج مبدئي لأداة سينمائية أطلقوا عليها اسم بايروفاير شوت هذا الجهاز غير العدي يمكن تثبيته بسهولة على معصم الإنسان ومن ثم إطلاق كرات نارية يجب الاعتراف أن هذا مثير للدهشة حقا بالمناسبة حرص المطورون على جعل الجهاز عمليا للغاية وملائما للاستعمال يمكن أعادة شحنه بسهولة في حالة الحاجة إليه كما يمكن أيضا تثبيته على اليد وإزالته حتى بدون أي مساعدة بالإضافة إلى ذلك يعمل المطورون على تطوير الجهاز ليحتوي على هذه الوظيفة لا يمكن التحكم في إطلاق الكرات النارية شخصيا فقط ولكن يمكن التحكم فيه أيضا عن بعض إنها حقا معجزة تقنية مذهلة للغاية هذا كل ما لدينا اليوم لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة لمزيد من مقاطعنا المقبلة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة